ودوء الساعات على جبهات إدلب وريفي حلب وحماء لا يكفي لتقييم تنفيذ الاتفاق الروسي التركي اتفاق الفرصة الأخيرة لأنقرة من أجل تنفيذ استحقاقات تأخرت منذ سوتي عام 2018 يبدو مختلفا فائض قوة لدى الجيش السوري ومنجزات ميدانية أتاحت فتح طريق M5 بالقوة عوامل تضغط لفتح طريق M4 بين سراقب واللاذقية مع مسافتي أمان بالست كيلومترات شمالا وجنوبا هذه الوسيقة تحمل في طياطها إعادة تفسير مضمون اتفاق سوتي عام 2018 والعمل على تطبيق ما لم يتم تطبيقه أو تنفيذه من هذه البنود وبالتالي وضعت التركي على محق الاختبار هل سيلتزم باتفاقات سوتي من جديد؟ في تقييم المكاسب والخسائر ثبت الجيش السوري منجزه الميداني ضمن الاتفاق وقف النار بدأ من خطوط التماس التي وصلت إليها طلائع قواته ما يعني الحفاظ على أكثر من 1900 كيلومتر مربع تم تأمينها منذ مطلع العام خلافا لمطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان بعودة الجيش إلى ما قبل بدء عمليته العسكرية المكاسب هو حقيقة التثبيت الأمر الواقع أي الحدود التي وصل إليها الجيش السوري في بسط سرطته وسيطرته على الجغرافيا التي وصل إليها لتكون مقدمة للانطلاق باتجاه استكمال بسط سيطرته على كامل إدليب استراحة محارب بعد أربعة أشهر من العمل العسكري على جبهات متداخلة أمن الجيش السوري مدينة حلب بالكامل ومهد الافتتاح مطارها الدولي وطريقها باتجاه دمشق الأعين اليوم على الشريان الأخير بين حلب واللاذقية وقد بات افتتاحه أقرب من أي وقت مضى اتفاق موسكو وضع تركيا أمام تنفيذ استحقاقات مؤجلة من اتفاق سوتي ابعاد المسلحين عن طريق ينفور وتفكيك الجماعات الإرهابية بحسب تصنيف الأمم المتحدة أمراني يصباني في الحالتين لصالح دمشق وهي تراقب تنفيذ الاتفاق مع جاهزية وحداتها القتالية على خطوط التماس محمد الخضر دمشق الميادين